اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان مملكة البحرين ماضية في تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي التي من شأنها ان تساهم في زيادة الارادات وخفط المصروفات بما يحقق نقطة التوازن المالي وينعكس على نماء وزهار الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مشيرا الى ان برنامج التوازن المالي قد حقق نتائج ايجابية اولية منذ البدء بتنفيذ البرنامج والتي كان من اهمها خفض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% عام 2018 مقارنة بالعام 2017 مؤكدا معاليه بان الهدف المقبل هو خفض العجز خلال ميزانية العامين 2019-2020 بنسبة 51% مقارنة بميزانية 2017-2018 ووضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ان المؤشرات الاولية تؤكد بان هناك تقدما في الانجاز المقرر لبرنامج التوازن المالي منوها بان الهدف هو تقليص نسبة العجز في ميزانية 2019 لتصل الى 4.7% من الناتج المحلي الاجمالي الى 3.9% في ميزانية 2020 لافتا الى ان نسبة اجمالي المصرفات العامة من الناتج المحلي الاجمالي ستصل الى 24% في ميزانية 2019 و الى 23% في ميزانية 2020 اما فيما يتعلق بنسبة الارادات غير النفطية من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي تهدف الميزانية العامة للدولة لتحقيق 6.3% على التوالي للسنتين الماليتين 2019-2020 ونوها معالي الوزير بالنتائج التي تم تحقيقها منذ انطلاق برنامج التوازن المالي في اكتوبر 2018 وحتى اليوم التي تعد ناجحة وفق مؤشرات قياس الاداء وما صاحبها من ردود افعال ايجابية من قبل اسواق المال العالمية ووكالات التصنيف العالمي وقال معالي الشيخ سلمان بن خديفة ال خليفة ان الاقتصاد الوطني مستمر في نموه الايجابية وبالتوازن مع برنامج التوازن المالي كونه يقف على قاعدة صلبة تتميز بتنوعها منوها بانه منذ عام 2002 حققت القطاعات غير النفطية نسبة نمو سنوي تفوق 7.5% سنويا لتبلغ نسبة اسهامات القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني الى اكثر من 80% مؤكدا اهمية استمرار المحافظة على النمو الايجابي في الاقتصاد الوطني الذي واصل نموه خلال العام 2018 مؤكدا ان التوقعات المبدئية تشير الى ان الاداء الاقتصادية خلال الربع الاول من عام 2019 قد واصل نموه الايجابي واكد معالي الوزير بان مملكة البحرين مستمرة بعزم نحو تحقيق اهدافها التنموية المشهودة والتي تطمح لها بما يحاقق النماء والازدهار للوطن والمواطن منوه معاليه بان اقرار الميزانية العامة للدولة 2019-2020 يعد احدى العوامل التي ستسهم في مواصلة السير نحو تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المختلفة مشيرا الى ان اهم المرتكزات العمل بالمرحلة الحالية هو السعي لتحقيق التوازن المالي بالتوازي مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الايجابي مشددا معاليه على اهمية مواصلة تمكين المواطن وتحسين مستواه المعاشي وخلق الفرص النوعية امامه الى جانب تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للحفاظ على بيئة واعدة ومستدامة واشاد معاليه بالتعاون الايجابي والمثمر مع اعضاء السلطة التشريعية والذي كان له عظيم الاثر في تمرير الميزانية العامة في وقت قياسي مع مراعاتهم لكافة الجوانب المتعلقة بالتنمية والمواطن والتي جمعت ما بين خفض العجز والمحافظة على تقديم الدعم المباشر للمواطن وهو امر يدعون لتقديم الشكر الجزيل لهم على ما ابدوه من اهتمام وحرص وتعاون مؤكدا اهمية استمرار مثل هذه الشراكة الايجابية التي تجعل مصلحة الوطن والمواطن كاهم الاولويات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وقد قال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تحقيق اهداف برنامج التوازن المالي سيتم العمل عليه بروح الفريق الواحد وهو فريق البحرين الذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن وازدهاره اشتركوا في القناة لذا اشتركوا في القناة اشتركوا في قناة شكرا شكرا